يعني انت عملت عمال كتير ما شاء الله مسرح وسنمة وتلفزيون لكن ايه العمل اللي انت متخيل ان هو انا لما الناس تشوف ده تقول هو ده سامح ياسين او الاعمال اللي هي واكيد في اعمال معينة قريبة لقلبك اكتر من اعمال تانية او حسنت انها قريبة للناس اكتر لا اللي انا نفسي يوصل اكتر اكتر واكتر فيلم عيش حياتك فيلم انا ده اللي كتبته لك وسامي رات اه مراتي وتألفها ده احنا اخدنا قرار ان يعني بعد 2011 ان انا مش هنصرف اي فلوس بره البلد بتاعيدي اي فسح او اي حاجة جوه البلد زائد ان انا مش عايز اروح فنادق كبيرة مع احترامي ليهم الشديد انا روحت اهو خلق يعني لكن انا عايز اروح اماكن محلية فكنت اشوف ايه البيت اللي اسرته عامل البيت دو فندق فقوم رايحة فلفيك انا والبنات يعني خد البنات ووزنه واختفين اه رحنا بصي لفينا في مصر كلها عن طريق اللف ده اه حوالي سنتين يعني قررنا ان ايه قلنا ده مصر حلو او مش بال مش فقط بتاريخها او باثارها لا كمان بالناس اللي موجودين فيها يعني احنا مصر محروسة بناسها كمان يعني مش بالاثار فقط فقلنا خلاص ده 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 يتعامل فيلم فقلت لها كتبي ده لان هي درسة كمان دراما هي خرجة ألسل فبتدرس دراما ألمانيا مع تصليح شوية حاجات انا عملتها لها فعملنا الفيلم بتاعيش حياتك رحنا بقى فين يا هدير رحنا سيوى ماشي وصورنا مع ناس حقيين حبيبي انا كنت بظهرهم كتير حقيين موجودين طلعناهم في الفيلم يعني انت بس روحي سيوى قولي سامحي سين بس انا عمرت سيوى وروحنا دهب وروحنا سانت كاترين واول فيلم رواقي طويل يصور فوق قمة جبل موسى كان فيلم عيش حياتك لدرجة ان كانت في السينما انها السينما الفيلم يتعرض يقولوا هي دي كرومة ولا مش حاسين ان دي حقيقي وكنا علشان بليجي في وقت معين ممكن المعدات الجمال يشيلوها لغاية وقت يعني مكان معين كده في الجبل وبعدين في 750 درجة سلم لازم الجمل ما يطلعش بياه فكنا بنشيل احنا المعدات بتاعت الاضاءة علشان نطلع السلالم دي ونصور ساعة الغروب الساعة دي لازم نصورها وصورنا في الاقصر واول فيلم سينماي رواقي طويل يصور جوه منطاد في سماء الاقصر العظيمة كان عيش حياتك وكنا بنقول رسائل مباشرة ان مصر حلو قوي ونبنقابل ناس جوه مصر قد ايه هم اخلاقهم طيبة وقد ايه فاحنا كنا دايما يعني حتى في الفيلم بنحارب فكرة ان في مناطق عاملة ازاي خاصة دلوقتي يا هدير احنا دلوقتي اشوريلي على مناطق عشوائية دلوقتي دلوقتي مفيش الكلام ده يبقى ليه احنا مصرين نقول ده لا احنا العكس نقول الحقيقة مش مش عايزين نجمل الواقع احنا لو قلنا الواقع بس بحيادية هتلاقي مصر دي حاجة عظيمة جدا جدا فالفيلم ده بص يعني بصي اتكلمت وانا متحمس يعني ايه ليه حاجة خاصة جدا عندي يعني